كان هذا العلاج بالفن يعني يعني زي ما بيقوله يؤتي ثماره يعني آه جدا طبعا وإلا ما كنتش استمرية آه لا كان بيؤتي ثماره وكان فيه نتائج لدرجة من أنا بعد سنة كنت بعمل تدريب آه ده مدرب يعني يعني أي مرض مثلا بنعالجه بالفن؟ أي مرض نفسي؟ نفسي آه يعني إزاي يعني يعني حد لنا كده مثلا اسم مرض نفسي وكيف نعالجه بالفن؟ يعني الأمراض يعني هناخد أبسطها يعني الاكتئاب اللي هو الشيء يعني الاكتئاب هو له مظاهر أحد هزي المظاهر عدم الرغبة في الحياة وعدم الرغبة في المشاركة ورفض يعني الواحد بيبقى بيقولك مالوش نفسي يعمل حاجة يعني تأبسط حاجة في الياه فإزاي تحول الواحد من هو رافض لكل ده إنه هو محب للحياة للحياة آه آه إحنا متعودين لما بنروح للدكتور النفسي بقعدنا على السرير المشهور ده أو البتال الشيزونج ده ونقعد نتكلم المريض النفسي متعود عالكلام فيقدر يكذب ويقدر يلفه الدكتور يحكي له حكايات وهمية والكلام ده كله لكن برسمه ما يعرفش إكذب لأنه ده مش لغة شائعة في اله فما يرسم آه المعالج بقى يبص على رسم اللي بقى رسمه ده ويقدر من خلاله يقرأ الموضوع مشكلة فين بالزبط يعني ايه أسباب الاكتئاب آه من الرسم من الرسم بتاعه اللي رسمه الشخص أو المريض بزرط بزرط من خلال بقى ده بتبدأ مرحلة علاج ولي دي بقى مرحلة يعني دي طرق أنا كان عندي طريقة مختلفة أنا أنا لا ما بتكلمش مع المريض على مرضه ما بدلوش أدوية الكلام بكله كل اللي معهناك إن أنا بخليه هو يفصل رسمه ويتعرف على الموضوع ويقول لي أنا عندي مشكلة مع كذا أول ما يبدأ يقول لي أنا عندي مشكلة مع أمي أنا عندي مشكلة مع شغلية أنا عايزة أغير مهنتي أنا مساعد أبدأ بقى أعرف بقى هو أي الموضوع فنبدأ برضو من خلال الرسم نشتغل عليها وناخد رموز من اللي هو عملها ونبدأ نظبط يعني طريقة العلاج دي لو تصل إلى مصر موجودة طبعا بس يعني فيه فيه ناس بتعمل ده يعني لكن هي مش بس علم هي موهبة كمان يعني أنا لما روحت وأنا كنت في السويسرة ورحت المعهد بتاع يونج الأكبر واحد في الموضوع فالمدرس اللي كان بيتعالي معايا قال لي هي جزء منها طبعا معرفة وجزء تاني موهبة لأنه كنت موهبة خدمة الناس بشكل ده موضوع اللي هو علاقة بإنك أنت عاولت تخدم ولا لا عايز تفيد ولا لا بشكل دهارا